مولد خمسة أبضاء المولد كربلائي زيان بالسمهلال خط الفرحة مرسال مولد خمسة أبضاء المولد كربلائي يا قلبي طاير من ظنوعي أسرع من دموعي يحجي عن موضوعي لحسيني من صدق حبيت قلبي يشبه بيته وأنا زاير جيته وبشاعبان وعلى أصحاب الحسين صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا قمر بني هاشم صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا زين العباد صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا علي الأكبر صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا صاحب العصر والزمان روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمك الفداء أحبتي مشاهدي قناة المهد الفضائية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتقبل الله أعمالنا وأعمالكم وأسعد الله أيامنا وأيامكم بهذه الأفراح الشعبانية أنا وإياكم كذلك في حلقة أخرى من برنامج أفراح الشعبانية في هذا البرنامج الذي يأتيكم في كل ليلة إن شاء الله تعالى إلى يوم النصف من شعبان ومع ضيوفنا الكرام خدمة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وفي حلقة اليوم إن شاء الله سوف تكون ممتعة مع خادم الإمام الحسين شعر أهل البيت الأستاذ عادل الإعبادي حياك الله يا أستاذ عادل واسعد الله أيامك إن شاء الله حياك الله أستاذنا العزيز بداية بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعاله الطيبين الطاهرين اللهم صلى على محمد مبارك لنا ولكم هذه الوعدات الطيبة أسأل الله بحق هذه الأيام المباركة أن يمن علينا وعليكم بالأمن والأمان بباركة محمد وعاله محمد اللهم صلى على محمد جميعا إن شاء الله وأرحب بابن كربلاء الملح سيئة للكربلاء حياك الله يا ملح وسعد الله ايامك يا بعدروه شيخنا حبيبي أسعد الله ايامكم وإن شاء الله من الموالين بمحمد وآل المحمد في كل زمان وفي كل مكان وتحيط حب وتقدير لك ولمشاهدين هذه القناة الموقع ربي حفظك ويطول عمرك إن شاء الله خدام الحسين أنا حقيقة في هذا البرنامج قبل أن يكون أنه برنامج فرحة إلى الموالين والمحبين أعتبره درس أتعلمه من خدام الحسين لأن حياة الخدام بشكل عامل إمام سلام الله إن شاء أن تكون درس للكل حياة الخادم كيف ما تكون هي درس للكل وشفتوا أنتو الخدام السابقين يمكن حتى بشربه للمي صار درس شلون يشرب المي كان هو درس فاليوم نريد أن نتعلم منكم ونشوف شلون بديته ويا الإمام الحسين سلام الله وأبدأ ويا الأخ الأستاذ عادل العبادي هو شاعر حسين وهمياً إلك هذه الصفة وكل واحد يحصل صفة شاعر حسين كهواي صفة شاعر الحمد لله بس حسيني هاي قليل إلا الله توفيق شو وقت صار عادل العبادي شاعر حسيني بداية الكلام بما أنه جلستنا عربية والله يبارك بيها أنا ما أقدر أسبق أخوي اللي هو أكبر من عندي عمران أنا بديته من اليمين الله يسلمك أنت معدل أنا أشتيلك لقناة رخص من عنده على مداني أبد الكلام قدامك الله يسلمك الله يحفظك إحنا خدمتنا لإمام الحسين عليه السلام هسا كوقيت مين نقدر نقول الوقت لأنه بزمن الطبيق نقول وبدايتنا كانت كتابة بسيطة تعرف بداية دائما تكون متعثرة صحيح كتبنا بالبداية قصيدة وكان هو كولد الله يذكرهم بالخير إذا موجودين وإذا توفوا الله يرحمهم كان ولل اسم باسم ولل اسم محمد شاعر ولل اسم رادود فبداية البداية كتبنا قصيدة منبرية وسجلنا القصيدة للمسجلة اللي قديمة تذكر عليها اللي خلي بيها كأسية وسجلناها بسردة بحمزة زغيرة يعني ملقب وأمان فشانت هذه البدايات وبوقتها عاديا تعرف أيام صعبة شانت مو مثل هسة والحمد لله والشكر استمرنا بهذه الخدمة ببركة الله ومحمد وعلي وآل بيت محمد اللهم صلى الله فهذه نعمة وان شاء الله باقي ما صار موقف ببدايتك يعني ببدايتك بدت من موقف لو خلص مجرد إرادة وتوكل لا هي شوف مهنة أنا بدايتين قبل كان يتذكر الملة شننا نروح حملات سامرة ما سامرة يعني قبل شننا نروح كل جمعة كل جمعة فشانت هوايتي رادود أقرأ رادود فشان بقتها رمضان شوف هاي طلعت السال اي أصلا شوف رادود فعلا اي فشنا نروح نقرأ دائما بس هي قلت لك إرادة الحسين تختلف احنا نريد شي لكن الإمام الحسين يريد شي فشاء بذاك الوقت احنا برمضان وشنا سوق سوق الإمام الحسين شنا نقعد كل احنا وقت الفطور كان محلات ومشدور فنفرش سفرة كلنا المحلات ونقعد فبذاك الوقت يعني تعاوا في السفرة كن من جاي في الشغل احنا نسولف ما لا تهنم احنا نتقيد اي شي اريد اسمح انا من نوعي احب بطرشي كل شي لحامه ففطرت بطرشي ضربت عندي الحنجرة طبعا لحد يستصوتي ضربت عندي الحنجرة بنفس الوقت فسبحان الله من رادود طلحت لإمام الحسين عليه السلام وانا بشيطة وانا بقتل انه انا خسرت صوتي بعتباء رجعت كتبت القصيدة يعني ما ياخد شيء اللي يمتش اي والله فسبحان الله هو أراد بأن أكون شاعر والحمد لله والشكر يريد الإمام الحسين يريد يعني فاد موقوع من عنده يعني أرقى وأحلى وأجمل أحسن يقول له بكيفي مو كيفك ترى طبعا يقول له بكيفي الحمد لله والشكر استمارينه ونعمة الحمد لله الحمد لله والشكر ولا حسين العقيل الكربلاء يا بعد روح الله يحفظك إن شاء الله هننتظر أسمع شلون بديت يا موقف والله يعني أنا أحفظ التاريخ قبل الموقف التاريخ كان 1996 ما شاء الله العمر كله إن شاء الله بكيفي يعني يعني بفضل الله وهل بيت الرحمة كانت يعني يد ناس يترضوا على يعني رضية الإمام الحسين ونظر الإمام الحسين رحمة الله على روح أستالي محمد حمد الكربلاء رحمة الله عليه في هذه الليلة الله يرحمه برحمة الله أسا أبو منتظر أخدني والدي الله يرحم ويرحم أمواتكم حسين حسين الحجي أبو حازم أبوي الله يرحم ويرحم أمواتكم أخدني محلة إينا للموقف محلة بشارة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجل فقل أبو منتظر هذا ابني يتلك علي طبعا أبو منتظر هو كان يعني معروف عليه الله يرحمه يعني حاج بالتعامل هو طبعا به لكن إنسان نظيف يعني خطة نظيف وواضح لحد ما فقال له قال لي قعد أنا أبو منتظر كنت أخاف منه الله يرحمه يعني مو أبوي الله يرحمه أكثر من والدي قال لي قرش حافظ أنا صدفة كنت أتحافظ فتقصيدة إلي الله يرحمه قلت بلكت الله من يسمعها القصيدة لين إلي حتى لو مثلا أدائي كان مو ذاك الأداء يقول لي زين ما عنده تشيره فقرأت القصيدة قصيدة يعني مستهلة كان محال زينة بعقب دبحة وليها شلول الليلة سجدت بالطف عليها الليلة عقب العباس لا خيم لا حراس تشب نار الخيم من يطفيها شلول الليلة سجدت المهم قرأت البيتين بس أنا خايف شنو ردت فعله ما أدري هو منتظر يعني عنده فد صح فد كارزمة خاصة لي وفد رب الله ما أدري التفت على والدي قال لي مو ديق راي شاك جايبة يعني ديق راي معناتها يعني زين ديق زين اي قال لي لا أنا ما جايبة بس على موذر القراءة أريده يتربى يمك الله شاهد الله يرحمه أريده يتربى يمك قال لي عوف أروح الوالدي افتفت علي قال لي شنو وضعك ترتيبك شنو هذا عملك ظل يسأل قلت لان هي شي مكان كان عملي بالسوق يمه كذا بدينه أبو منتظر الله يرحمه كان قائد لمجموعة كبيرة في ذلك الزمان لإحياء مواليد أهل البيت بالبيوتات أهلي كربلاء يذكرون هذا الموضوع أبو منتظر عندنا مجموعة كبيرة ويقسم هاي المجموعة لأربعة أقسام أو دورات السر لخمسة أقسام هو قائد المجموعة وأكوأ كثيرين يعني معاه بمعيته لكن هو كان قائد هاي المجموعة يعني الله يرحمه حج ربا النجار الشاعر الله يرحمه رحمته كثير من الأخوة صادق ملك رحمة الله على روحهم ولا صادق أخونا وحبيبنا الله يرحمه رحمة الله على روح الماضين يعني والباقين سيد بدري ماليثة ونصر السماك وكثير يعني من الأخوة خاف يعني يفوتني أسهمهم يعدروني لكن هي هاي كانت بداياتنا مجموعات نقسم لإحياء المواليد مواليد أهل البيت ومواليد الأعراس يعني كان أكو هدف وكان أكو فدمشروع عظيم وكبير جدا شيخ بأن هو إبعاد الناس من الموضوع اللي يعني يصب في مصلحة الشيطان إبعاد هاي الناس بإقامة احتفالات ومواليد أهل البيت بالأعراس كانت عاملة بتنظيم تنظيم نقسم أربع أشخاص اليمن أستاذ عادل أربع أشخاص لجنابكم الكريم أربع أشخاص للأخوة كذا كل واحد في منطقة وكل واحد في عفوا حي معين ونوصل يعني نكمل مولودنا ونتوكل هذا كانت يعني الأشياء اللي يابو منطل رحمة الله على الروحة يعني بناكم على أساس التنظيم والترتيب والاحترام والصغير يحترم وتشبير وتشبير يعلم الزغير 20 سنة لا والله في منطقة السنة أنا اللي يبالخدمة سابقا يسا حاليا ببركات الحسين تقريبا 25 سنة ألف الحمد لله الحمد لله الحسين متكرم علينا ومتفضل علينا ومتفضل علينا إن شاء الله لوما وأبدا مع الحسين فعبد الرسول الخفاجي رح نطلع على أستاذي الثاني وأبي والغوحي والقريب علي وأنا مثابة ولده يعني يدري أستاذ عادل حظك إن شاء الله الحسين عبد الرسول كمل ما بعد حج محمد إحنا قلت لك 18 سنة تقريبا من الخدمة وأرجع العبد الرسول أنا أسأله على كثير من الأشياء والإنسان ما أكوك كمال الكمال لله فوق كل ذي علم عليم شيخنا وإنما تريد توصل تحتاج أبدا فالسؤال من سماح الشيخ فالسؤال من أستاذ عادل لقضية معينة تفوتك بالشعر حدنا أصره من قال أنا عالم فهو جاهل ما كنت شيء من اكتفى بعلمي فهو جاهل حقيق يطول عمرك إن شاء الله بخدمة الحسين يا مولم حسنا نروح للسفينة ما الحسن وأبدي من رخصتك أبدي ويا أستاذ عادل العبادي يا أبا عدروه كل شاعر من يكتب وأكيد يكتب بإحساسه عادة ما يكتب بإحساسه شاعره ما يطب بالقلب أكيد ما يخرج من القلب يدخل صحيح أنت يا قصيدة المسولف بيها بقلبك ويا الحسين وتسولف بي وياها مرات والله خلنا أقول لك إن شاء الله بالبداية أن كل القصاعد أنت بما أنه بطريقة إمام الحسين فطريقة السرد بالقضية الحسينية مصحيح جيد أنت تعيش ويا القصيدة ومرات ببيتك ما تقدر تكتبها تروح للصحن صحيح هادة الشعاراء الحسينين يكتبون وقائع وأحداث أهام لأ عندك قصيدة تحاور بها الحسين عندي قصيدة بس ما رح أقرأ لكيها رح أقرأ لكيها قبل النهاية خرج بس رح أبدي لك مقدمة على مو نسترسل بالحديث إن شاء الله أقول له عشاكتك أبو علي عشاكتك ما عرف بس شفت بيك إنسان كامل مكتمل ما بيك كل خلة الله واللي يمشي على دربك ما يشوف النار درب ينقض كرامه ويكره الذلة الله درب بيك شف عزيز الله يرحب بيك الله يعني بهالدرب تلقى الكرم كله العنب والشجرة والفلاح والناطور يعني استنقى مو بس تترس السلة الله الله عليك الله عليك إنتوى السفينة خادم تترس السلة العنب والشجرة والفلاح والناطور يعني استنقى مو بس تترس السلة إنتوى السفينة شبيه أبلايا ما يتفوج الله أو عكس كل السفن ما تتكل عشاط وإنتوى الشهيد بدم ذا السيف أو اسمه من الذهب فوق العروش نحط وول شخص ساوى الواحد بسبعين الله أو خلى الفرد الفرد على المجموع يتشرط صغت اسمه كقلادة أو شلت منها الخيط ضحكوا قالوا بخيط الذهب فرط بعد ما تلبس قلت لهم اسمه حسين مو عن رقبة ينحط بالقلب ينحط سلامتكم الله أحسنت الله يسلم يسلم عليك في دور عليك شيخ نعزي القصيدة ذيتش اللي طلبتها ما أتنازل عنها خادم نسمع شو تقولت احنا الروح اي خال الملحسين بعيون بس ذيتش ما أتنازل عنك خال اليوم أنا أذني أدور صار بعيون أذني أدور ملحسين لأن صدق ياخذني ذاك العالم أي والله العظيم أي والله العظيم ياخذني للحسين صدق يعني لأن هو رح يسولفها من شعب قلبه صحيح صحيح ملحسين أكو رواديد هم عندهم قصائد يسولفون بيها ويالحسين بصفنات إذا أو رادين خالحسين والله ما أخفيك شرعانة فتقصيدة يعني كثير ما متأثر بيها لكن المشكلة يعني الجو ما يساعد لأن هي القصيدة قصيدة حزن وإحنا ما نريد يعني هاي دائما بكل الحلقات واجهتني أقل للشاعر أو للرادود القصيدة يسولف بيها ويالحسين من قلبك يقل لي قصيدة حزن 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 أنا عندي لأبو فابل سلام لأن أنا أنا سولف ويال حسين عن طريق باب الحواجب والفضل عبدال القصيدة أقرى لك المستهل مالتها بدين وزين حتى لا يعني اتجون غيره من الفرح القصيدة للمرحوم أمير الشعرات شيخ كاظم منظور كربلائي رحمة الله عليه قصيدة تقول يا كفيل الضم صوب حرمنا عدل أنت ويرف بيدك علمنا الله يا كفيل الضم صوب حلمنا عدل أنت ويرف بيدك علمنا تصرخت فالحسين الجودك تصد العين يا ذخر حيدر وحارس خيمنا يا كفيل الضم الله حرم الأبيات اللي بداخل القصيدة تأذي شيخ يقول اطلعت حورية العصمة انضرقع بهبة العصمة تصيح وين اللي يتخالط نور وجهه ونار عزمة علم وعلى العلم نوره يزهر بمشكات علمه وين اللي يغذي العاطفة وبروحه ويموت أعلى الوفاة عباس بالخوة اكتفه وانطوى التاريخ باسمه اسمح الشعر اسمح الشعر يرجع على التسلوم ما نقول المستهل يقول اتدلل بشيمتي يلتحشميني لا يصيب اشروع بسيفي بيمي امني يختب حماي واخد من عيني الماي خدرك محصن بآية هممنا يا كفيل الظنة صوب حرام تسمح شعر والله تسمح شعر بعد هذا أمير شعر اي والله صديق منظور اي والله هسه ش تسمعنا قصيدة للحسين بالحسين عليه السلام بصوتك احنا تريد قصيدة احنا قد قلنا نبديها بموال قصيدة انت لي عجبك لكربلاء موال موال لكربلاء بالله بالعرش العظيم بزمزمي وبخير آل خلق في الأمم اقسم بأني مولع من صغري وعاشق والعشق يسري في دمي في دمي محبوبتي لا لم أرى بجمالها لا في بلاد العرب والعجم يا سائلي إن شئت تعرف اسمها هي كربلاء أرض الهداة الانجمي الله صلى على محمد والم هي كربلاء أرض الهداة الانجمي والخادم الحسين المرحوم الحاج فلاح البارود الكربلاء رحمة الله عليه رحمة الله عليه يقول ولا قيس لا لي للمثل حبي ولا قيس ولا قيس لا راهب عشق مثلي ولا قيس ولا قيس بحب حسيا ما أحسب ولا قيس شغف قلبه عمل دولاب يا صلوات اللهم صلى على محمد وعلي يقول هلا يا أبو علي عشق الأولي هلا يا أبو علي عشق الأولي حبيتك سميتك عشق الأولي ميلادك ما أجمل هالليال الفرح حلة ميلاد العباء ميلاد العباء هلا يا أبو علي هلا بيك بقد كربلة وبقد السماء وبقد السماء هل انت شمعت كربلة ومصباحة والسماء عنت إلك أفراحة والملائك صفقت بجناحة يا أبو علي يا أبو علي يا أبو علي يا أبو علي هل فرحان السماء يا بن فاطمة فرحان السماء يا بن فاطمة ناديتك سميتك عشق الأولي ناديتك سميتك عشق الأولي هلا يا أبو علي عشق الأولي حبيتك سميتك عشق الأولي لازم تحفظنا مستهلات أنا ما أردأ تعبكم على مهدك فطرس نزل شف جينحة وشافك أمل مثلك يلقوين مثلك يلقوين قالوا ليش نهل حصل ردد هذا المستهل محبوبي حسين محبوبي حسين صاحب السجاد روحوا الباب صاحب السجاد روحوا الباب سجلوا سمكم يا خلق بكتاب ياهو مثلك والدوى بتراب يا أبو علي يا أبو علي هله دوى اسمك دوى هو أغلى من الهوى دوى اسمك دوى هله وغلى من الهوى شميتك سميتك عشق الأولي شميتك سميتك عشق الأولي هله يا أبو علي عشق الأولي حبيتك سميتك عشق الأولي أرضى بنارك أحترق هيهات عنك أفترق يا أعظم إمام يا أعظم إمام إلولاك قلبي ما يدق مهيوب وإياك العشق والغيرك حرام والغيرك حرام آه أنت مصدفة فيه أنت مصدفة رزق رباني أنت مصدفة رزق رباني ولي يضيعني يعرف عنواني تراب ينباب الصحة يلقاني يا أبو علي يا أبو علي وداعت قبتك بيتي بحضرتك وداعت قبتك بيتي بحضرتك هي أنبيتك سميتك عشق الأولي هي أنبيتك سميتك عشق الأولي هل يا أبو علي عشق الأولي حبيتك سميتك عشق الأولي أهواك يا جنة عدن أهواك يشهد للزمن ويام السنين ويام السنين ما يعدونك يا وطن لو قالوا لو قالوا أنت لمن أصرخ للحسين أصرخ للحسين أنا على الفطرة أصيح بصيحتي أحسين أحبك أحسين أحبنك يا بعد روحتي أحروفك بوقت الصلاة تسبيحتي يا أبو علي يا أبو علي هم ربي نبزغر مدللني بكبور الله ربي نبزغر مدللني بكبور تربيتك سميتك عشق الأولي تربيتك سميتك عشق الأولي هل يا أبو علي عشق الأولي هل يا أبو علي عشق الأولي حبيتك سميتك حبيتك سميتك عشق الأولي يا مولاي يا عطر الورد ما يوم عنك أبتعد يا كهف الحنان يا كهف الحنان يتاخذن الدنيا وترد يحسين وارجع لك عبد ولقاك الأمان ولقاك الأمان أنت سر العاجز بتفسيرك تضيع روحي من تروح الغيرك الخير أنت وكننا عشنا بخيرك يا أبو علي يا أبو علي والحب كلمتين خادم للحسين والحب كلمتين خادم للحسين وبصيتك سميتك عشق الأولي وبصيتك سميتك عشق الأولي كلمات خادم الإمام الحسين الحبيب الموفق كرار حسين كرب العالمين أحسنت وأحسنه هو طيب الله نفاصل اليوم طبعا سواله سالفة هو فيسبوك نزلها شفتها شفتها سالفتها يش يقول اليوم أبو كوميل منزل كتابه يقول لك واحد كل ما يلاقيني يسألني ويطول بالسؤال يأخذ له ساعة يقول لقاني اليوم وصفهني بوجهي ما عنده سالفة يسولفها يقول كل سألنا نجاودي كل نجاودي ماكو شي بعد أي يقول سألني زين يقول لي يا أبوك شلونه يقول صفتي صفتي بوجه قلت له أبوي شابع بالقبر يقول لي أدري بس شلونه قبره هو المهم كان يريد له قد موضوع يدخل من العلم يقول لي أدري بي ميت بس شلونه قبره يقول لي حاجة والله يقولون ما أدري شي سؤال فضل رايحان أبو رايحان في أيام الولادات يزرع هذه البسمة بغضوب الموالين صاحب طرفه أي هنيا إلى موفق وتحياتنا إلى أخونا مويل كرار حسين الكربلاعي الموفق أرجع لك أخويا أأجلها لو بعض بلي عجبك أنت لي عجبك أنا ما عندي شيء وقتها 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 يا الله أبو علي ليشب نشوفك دمعة عيون الطيح الله ويضيك صدره وذكرك يبتشيني الله فرحان أجيك وقلب ملهوف عليك ميت وشوفت قبتك تحييني تايه ودوّر ما حديدنا عليك وامشي وحنانك ووليدا لي كل من رضيع وأنحدر ويا الماء واغرق وإنت تدوّر وتلقيني الله أبو علي ليشب نشوفك أنت طلبت بيها دمعة القصيدة فبعد تحملني فإيه فإذور دموها كحال ليشب نشوفك دمعة عيون الطيح ويضيك صدره وذكرك يبتشيني فرحان أجيك وقلب ملهوف عليك ميت وشوفت قبتك تحييني تايه ودوّر ما حديدنا عليك وامشي وحنانك ووليدا لي كل من رضيع وأنحدر ويا الماء واغرق وإنت تدوّر وتلقيني أوقف ببابك سيد وكل هموم واردطوب بس اذنوب ما تخلي الله الله عليك أوقف ببابك سيد وكل اذنوب كل هموم واردطوب بس اذنوب ما تخليني واشعر بشي من داخلي صيح حسين حسين خطار وإلقاك إنت الامتانيني كل هذا زينك وانا قصره اياك أوقف ببابك سيد وكل هموم واردطوب بس اذنوب ما تخليني واشعر بشي من داخلي صيح حسين خطار وإلقاك إنت الامتانيني كل هذا عطفك وانا قصره اياك وابتعيد وانت بصفك الدني كل هذا زينك كل هذا خيرك وانا قصره اياك وابتعيد وانت بصفك الدني انطيت روحك انا شنه المنطيك صديق وفوقها اقول ان كل شي ما منطيك انطيت روحك انا شنه المنطيك وفوقها اقول ان كل شي ما منطيك ملته بغيرك افت جرحك والماء واحتاج لك وإلقاك ما ناسين ايه والله يا ابو علي ملته بغيرك افت جرحك والماء واحتاج لك والقاك ما ناسيني جاهل بحقك وانحسب خادم عود وانقبل لازم رغم زيني وش يعني مولاي بحضرتك واضحك عود جايب تشعليك بحضرتك واضحك عود جايب تشعليك ما استحو بعض الجهل عامين مولاي مصلحة نشوفك عندي شي اتعناك الله ما عندي شي طروائك ما يلفين مصلحة نشوفك والله مقصرين ويا ابو علي مصلحة نشوفك عندي شي اتعناك ما عندي شي طروائك ما يلفين خادم حسين وقالت شي مجروح حسين او ما لاقى واحد مثلك يربيني مولاي يا حسين والله بنوقف على الشباش شي صير ومعنى بتشلمة ياسي وفخذيني بودة ندفين واحتريك والذرر مات والعنب روحي واستخف بسنيني المثلك يرفعون أبرو محوان نرثيه الله وين انت ابن الطاهرين ويني شاءنا عيش وانت الحسين تموت الله شاءنا عيش وانت الحسين تموت الماء استحقيا بابك تخليني واشرب الماء وانت ميت عطشان الله وشان كل شي صاير بيك ما يعنيني راس بمكانه وانت راسك مقطوع ومع مية عينك وانا شوف بعيني سامحني يا مولاي عن هالتقصير حد عرفي هذا وفطرة تمشيني مولاي مولاي حبيتك واند انت الغيب ومقتنع انك مولاي حبيتك وعدت تلغيب واند انت الغيب ومقتنع انك غايتي او تكويني او صدقنا حتى عليك غارة من الناس والهم اقول حسين هذا حسين الله اللهم اقول حسين هذا حسين فدوا روحكم فدوا روحكم فدوا روحكم فدوا لدموعكم ولا فدوا لدموعكم شيخنا أرجو المعذرة بس ستة بعد هذه القصيدة تلقاه هي يمكن حصيلة كل عمر الشاعر بقصيدتكم نسأل الله كود تبقى آخر كلمة عندنا يا حسين يا حسين بتشانة الساد عادل بس بتش قلوبنا قبل لي بتش عيوننا الله يحفظكم صدق بتش قلوبنا شوية مرات واحد بطريق الخدمة تدري يحتاج شوية مرات واحد صعق هي تشوية تراجعة تخلي ولو يعيد حسابات كنا كنا مقصرين وكنا ايه والله يا بأل ان شاء الله يقبلنا انا ويا الاخوة في الحلقة الاولى اذكر ذكرة رواية لامير المؤمنين سلام الله عليه في قصة طويلة يقول نحن اهل بيت نشكر القليل ان شاء الله حتى القليل هذا بلكة الله لا هي شنو لاجل كلام لعدو من اعدائهم الثاني عليه اللعنة شوية استلطف الكلام ليلين قلب امير المؤمنين امير المؤمنين قال له نحن اهل بيت نشكر القليل لاجل هاي اللطافة بالكلام مالتك انا افيت عنك تلطفت انت بالكلام زين بسلوب الكلام مالتك حتى انه شوية ارأب بيك فلاجل هاي نحن اهل بيت نشكر هذا القليل فما معقولة هاي دمعاتنا بتياتنا ضحكاتنا شوية الله متروحة اهل بيت الرحمة فهي حقيقة يعني قليل بحقهم يعني احد الحكماء يقول لا تطلب شيئا يسيرا من الكريم فيستحقرك الكريم لا تطلب شيئا منه يسير هو كريم بعض فهيسا نفس الموضوع اللي ينابك الطرف هم اهل الكرم والجوم فحتى ان في الطلب منهم سلام الله عليهم عدنا رواية فاحنا نتعامل مع اهل بيت بما انهم الواسطة مع الله عز وجل ندعوهم ونطلبهم لأنهم الواسطة نقطر السطر اللي اجبه 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 طب بحريشي ازيان هذا عقيدتنا هاي عقيدتنا اي ادنا رواية ادعوني ولو بخصف نعلك ادعيني يا ربي سهل امري الله الله هيك يريد من عدنب كل شي ندعو ادعوني ولو بملح طعامك اي احنا صغار كل شي جي ازيان ازياد يحبنا لعد ازياد يحبنا لعد احنا رحنا غير اي انت تريدك ترجعنا الحلقة شو انا رجعنا؟ الحلقة راحت اردنا يا هات اي اي اخويا لا ادخل جيبنا طار الملح جيبنا طار الملح ادعوني ولو بملح طعامك اي اخويا ملح المجالس وملح العرب ومفاضل اي 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 صح؟ حبيب ومفاضل كل شي وكل سالفة كل حلقة اقول هاي السالفة احنا اهل العراق ما عدنا حاجة تنقضي ولا مشكلة تنحل ولا مجلسي طيب الا ينذكر بيها بفاضل ايقول لي هلب عباس من جانة هلب عباس من جانة هلب عباس من جانة هلب عباس من جانة هي هلب الشاي للراية هلب الشاي للراية هلب الروحة وفاية هلب الدقة لفثاية هلب الوفة لحشاية فحل معروف عنوانه هلب عباس من جانة هلب عباس من جانه هلب عباس أبو الغيرة هلب المهزة الحيرة هلب الكثر التعابير هلب الطيب السيرة قمر مشهودة أركانه هلب عباس من جانه هلب عباس من جانه هلب المانزل راسه هلب بينبوض إحساسه هلب الحيار رجاسه هلب ليفخر بساسه عَلِي الْكَرَّارِ بُرْهَانَ هَلَبْ عَبَّاسِ مِنْ جَانَةً عَنَا هَا أَمَّ الْبِنِينَ الْجَابَةِ الْعَبَّاسِ هَاي أَمَّ الْبِنِينَ الْجَابَةِ الْعَبَّاسِ أَمَّ الْغِيْرَةِ هِيَّ وَصِلْ لِلنُّوْمَاسِ بَعْلَا فِي النِّسَهَ الْحُرَّةِ مَا تِنْقَازِ بوي جابة وفاية شيّا للراية جابة وفاية شيّا للراية شفوف العطاية الحاجة مقضاية عَبَّاسِ لتشهد وكفات عباسِ لتشهد وكفات يا عباسِ لتشهد وكفات فات عباسِ لتشهد أكو بعض الحَتش يا ناس ما ينقال بس رايد أقول وبرد الدلالة وهو يزلم بالشدد موش رجال وكوز المأصب عيس و الف رجال واضح معروفة كافل وشفوفة يرحب ضيوفة فازل يطوفة من يوصل يقضي هالحاجة من يوصل يقضي هالحاجة من يوصل يقضي هالحاجة من يوصل هتف قلب الموالي العاشق والهان هلو كل الهلة بجيّة شهر شعبان بيك حسين يولد ويعل السجاد وعل الأكبر وبلغير قمر عدنان عمي والمهدي وياهم وحيدر بحماهم كلمن والاهم باشر يلقاهم ساعات الشدة يحضرون ساعات الشدة يحضرون ساعات الشدة يحضرون ساعات الشدة يحضرون نزل جبريل مسرع جايب البشرة هن المرتضى والهادب والعترة هالمولود اسمه على العرش مكتوب اسمه حسين وم فاطمة الزهرة الزهرة حسين وعنوانه ثاني ريحانه شامخ بنيانه فاتح ديوانه والحاجة الصعبة يقضيها والحاجة الصعبة والحاجة الصعبة يقضيها والحاجة الصعبة حقهم البنين اليوم ترفع راس ومن حقها لما انتتباها بين الناس الناس هاي ام الوفا والغيرة والاخلاص طلقتها المسية وجابت العباس العباس عم بقماطة ونادة يا ويل العادة خيال السادة الحدر وولادة ابن الكراري عرفونا ابن الكراري عرفونا ابن الكراري عرفونا ابن الكراري عرفونا حتى لا نبخس حق الشاعر القصيدة والهوسات الشاعر الموفق الخلوق امجد صاحب الشطري احسنت واحسنت الله يطيكم العافية طيب الله انفاسك الله يطول عمرك يا حبيب تدور وحلك الله يطول عمرك تدور وحلك حال مية المية تحياتنا للشاعر ايه امجد من الشعراء الخلوقين والمؤدبين والموفقين نفس الوقت هنيان الى ايه والله ايه والله هذا الذكر الطيب اللي من تتذكر شخصا اول ما تتذكر طيب خلقة وطيبة وادبة وتواضعة يا ريت يعني نحضو حدوى نحن هو هذا اللي يقول اليمان بالرواية كونو زينا ايه والله ايه اسم انت ذكر مثلا شاعر حسيني قال انه طيب مؤدب خلوق نعمة ترى هاي والله ايه والله نعمة كل الخدام الحسيني والله شي اشهد الله طيبين خلوقين متواضعين زيان الا ما شده وندر هذا مو حسيني ابد والله احنا مسؤول فين حلقة كاملة انا استاذ عادل مو حسيني هذا اصلا على قناهنا قنوات هم قنواتنا يعني ان شاء الله المباركة قناة الانوار موضوعنا كان خاص قاطعتك جناب الشيخ خادمتك خادم الحسينان واستاذ عادل موضوع خاص على هذا الموضوع يعني احد من المواضيع يعني كان موضوع مهم خصوص الخلق والأدب والتواضع وكذا يعني ضروري ان الشخص اذا يدعي خدمة الامام الحسين والمنبر وكذا اذا شاعر واذا رادود نعم يفترض ويحدث نفسي اولا يعني على الاقل يعني يتخلق بأخلاق اهل البيت عليه السلام ويعتبر نفسه خادم لهم اكو بحث علمي بالحوزة في الخاص والتخصيص انه يقولون هذا الامر الموضوع خارج تخصصا او تخصيصا بلش يخد الخارج تخصصا يعني اصلا العنوان ما منطبق عليه الله 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 بعيد العنوان ما منطبق عليه مو يمنمو خارج تخصيصا يعني انت دخل ضمن العنوان بس بعدين اجي امر طارق خرجه الله لا ذول خارج تخصصا ما داخل ضمن الحسينية من قاعة اساءات كثيرة كثيرة الله يشفينا شر يا ابو عبدالله لا تخلينا نصير نخاف ما حظام الروح حسن العاقبة ودوام الموفقية في خدمة اهل البيت نرجع لك استرعاد بعد ما ما نريد بكي لا لا ما نريد بكي لا يا مو بفاضل يفرحون لفرحنا ويحزنون لفرحنا حسن تردون لفرحنا وتردون اكمل الكلام ما للمولا واحنا دائما يقول للشعر رسالة ايه بسي عندك رسالة انا احنا شوف هو كله قللك الشعر على اطلاق هو رسالة بس عدك سال وبما انه لا 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 ما ارده انا ما ارده اوصل احنا اليوم خدم اي اتشان اني اتشان استافي اخوي اتشان اروح لك سال ابو عالي الخطأ اللي نشوفه لازم نعالجه طبعا اليوم خادم الامام الحسين ينسلخ من كل المسميات لازم صح لو مصح اكيد انت ما الوحيد الحسين خلص انت ما الوحيد الامام الحسين فمثل ما اتفضل تكملة لذاك الكلام اذا تحب اكمل بقصيدة او اكمل لك لابل فضل عباس بلي اجبك ما عنده مشكلة تريد قبل فضل عباس نكمل تيد الخدم اثنين ايه تيد نبديها بالبداية اللي اجبك انت بما انه خلنا خلنا احكي حبيبي لانان انا اللوقي ما لابل فاضل ترى والنعم خالت اسمي جديد اللوقي ما لابل فاضل اللوقي خلأ اعرف لان بعض الاخوة من خارج العراق احنا نسميه المتملق باللغة العراقية المتملق الى شخص انه يرجو عطفه زيان انه يعطف عليه ويرجو ان ينظر اليه خلص او عاني اعاني واجال متملق لابو فاضل اعاني ستة مرة ماكو من هاي سألوني تحب قلت لهم انسان مثل اخلاق جبرائيل شايل بشر صيتع لكل لسان معروف الله او تاريخه من الانجازات حافل سألوني تحب قلت لهم انسان مثل اخلاق جبرائيل شايل البشر صيتع لكل لسان معروف وتاريخه من الانجازات حافل خلوا اسمه بيرغ واقتدوا به الله او صار السانية لكل القبائل نعم الح naive الاشيبيرة بذكرة تنحل والحكي موت او شدت راية تحل المشاكل قال بو الوصف الله عليك في دوره لك الله الاشيبيرة بذكرة تنحل والحكي موت او شدت راية تحل المشاكل قال بو الوصف قلت لهم أجاز بشرياً عدمنا نقل القلائل من يتمايل يميل الحقويا العدل الله عليك من يتمايل يميل الحقويا العدل بس هو والتاريخ ما ينسل الأشرف نسل من بين الأشرف الأصيل بن الأصيل بن الأصائل ما مروا بطفولة ولاعب صغار وبكاروك وتنصب الأخد كافر الله عليك ما مروا بطفولة ولاعب صغار وبكاروك وتنصب الأخد كافر إن ولد متخرج بأعلى شهادات أو ناجح من ضمن عشر الأوائل درس فرض الجهاد على البطولات واخذ كل اللي يريده من المراحل أو تخصص بالكفالة بكل الأفروع أو قياس الحد الأقصى من التواصل ضرب ناتج الخوة بواجب الدين التضح للغاية تضغع للوسائل حسب سرعة الماء بضربة السيف الله الله يسن حسب سرعة الماء بضربة السيف وش يستغرق النقل الرسائل بالبعد الحقيقي ناتج يقول بوجود المشرعة وحق التكافل الواحد يقبل القسمة على سبعين مدام الواحد العباس قابل بالبعد الله عليك في دور واحد بالبعد الحقيقي ناتج يقول بوجود المشرعة وحق التكافل الواحد يقبل القسمة على سبعين مدام الواحد العباس قابل خل الجيش كله فتحة السيف وقال بضربة تنحل المسائل علي من ينسبن ويموت الاحسين ويتسلط علينا انسان فائشين خليه اختصر كل شي وبس رجع قال الثورة تعيش لوضحها المقاتل الله شقلكم للحسبة بحسبة الروح واطمئناني والحوب والتفائل الى اكثر من نبوي تعلقت به مو منها السلام من وانا جاهل شفت كل الاريدة بشخصة موجود بشر سبحان ربه بكل شي كامل عدل حقاني حتى بجسمة الماي حتى بشربة الماي لجل الخوة كاتب بيته نازل فرش روحة ورد بدروب الاحسين ورافق خوتها مرافق سلاسل الله عليك فرش روحة ورد بدروب الاحسين ورافق خوتها مرافق سلاسل قاله وردنا نسئل جاوبت ايه حسب نوع السؤال من التسائل وخيروني او قل انت وننزل الماي اعز من كل شي حبك يا ابو فال الله قل سلامتكم الله الله احفظكم الله يسلمكم طيب الله انفاسك الله يسمى كو اسماءكم الله يخليكم خلينا رايحين بعد كمل وجهك لا توقف لا اموها خد ناخد خد ناخد انه واحد اه ايه ناخد خد نزيان هوسل وقصيدة بليعج لا شعلم ما حد عمي رجال هو علم وعندك كل شيء انت اختار ما اختار عني لا قد عندك وقت ايه نمون حال ايتمون لا تخلي سؤل افوه احب من سمعه هوسل وقصيدة اخذ منه لا اخذ منه قصيدة هوسل شمي يا اخوي لا حجم قصيدة هذا الرجل لا انت لطلبه اخاب تحب تتفاعل هو كئفه لا متناغمين هذا الرجل ملا حسين استاذ عادل اخي يا حبيبي ويا بعد روح يوجع استاذ عادل لا ما عليك عدك قصيدة للامام المهدي المهدي سلام الله عليه الريدها كاملة كاملة القصيدة هم للحبيب امجد الله يحفظ ان شاء الله شوية المستهل للريد يتعاونينا لازم لازم شوية شوية لازم لازم نتبعد نريد لك ستال عادل نحساتي نجول 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 يا الغايب فكري يمك سارح مشتاقل شوفتك يا بصالح يا مهدي يا مهدي العجل يا مهدي يا مهدي العجل يا الغايب فكري يمك سارح مشتاقل شوفتك يا بصالح يا بصالح يا الغايب فكري يمك سارح مشتاقل شوفتك يا بصالح يا مهدي يا مهدي يا مهدي العجل يا مهدي يا مهدي يا مهدي العجل اسمك من يمر ينطيني عمر يا روح وآمالي يا مهدي يا آخر قمر يا تاج الفخر غيرك ما يحلالي يا مهدي شاغلني حبك وانا ما عفدك ساكن دليل من الزغر شفته كعبد غرامي سيدي انته حبك امانة وانا ما خنته حبك امانة وانا ما خنته لاموني بيكنا لاموني بحروفك الهجي سمعوني يا مهدي يا مهدي يا مهدي العجل يا مهدي يا مهدي يا مهدي العجل من عيدك وصل نادية بأمل أهلا يا ابن الزهرة يا روحي والفرحة الأهم بالطلع نعم هاي الفرحة الكبرى يا روحي قلب المتيم ترجع يريدك وعيد الولاية يلتق بعيدك باشر الراية ترفرف بإيدك والأحسين جدك تنظر وريدك والأحسين جدك تنظر وريدك شمعين الجيتك عطشانة يا ساعة تلتقي ويانة يا مهدي يا مهدي يا مهدي العجل يا مهدي يا مهدي يا مهدي العجل يا عطر الورد كاف من البعد ظلم الدنيا بدونك يا الوالي أنت المنتظر نورك ما ظهر يمتن شوف عيونك يا الوالي يا يوم أشوفك يا نجم سعدي كل جمعة قولا يطلع المهدي يا يوم أشوفك يا نجم سعدي كل جمعة قولا يطلع المهدي تخلص الجمعة وانت مو عندي وارجع أخليدي على خدي يا المهدي تدري خلص عمري ما أدري تردلي ما أدري يا مهدي يا مهدي يا مهدي العجل يا مهدي يا مهدي يا مهدي العجل هاك اليوم بسنة يمر بي أو أنا على الموعد أن تظرك الليلة أنظر بالسماء وانخيب فاطمة وابقى الهج في ذكرك الليلة شيء بدليلي وضاقة فاسي طول غيابك يا بعد راسي أرجع يا مهدي يهتفح ساسي تدر الزمن ويلمح بقاسي تدر الزمن ويلمح بقاسي بعيونك يمتصد يا غالي أرحمني مخلص دلالي يا مهدي يا مهدي يا مهدي العجل اللهم أعجل وإنك سامحونا بالموبايل سامحونا لين بالموبايل الآن شوية نظري ضعيف إن شاء الله بعدك شباب صحة وعافية بعد روح أستاذ عادم كيف نختم بيه أقرأ لك في المقطوع المهدي وأقرأ لك الرسالة يقول في داخلي شوقا إليك لهفتي عبرت حدود الصمت أين أراك ما عاد ليلي ليل أغفى بظله والقلب فيه أنت دون سواك وسمعت أخبارا بأنك قادم ونذرت كل العمر كي ألقاك طال انتظاري أين أنت ألا ترى ماذا صنعت بشاعر يهواك طال انتظاري أين أنت ألا ترى ماذا صنعت بشاعر يهواك فمتى لقاؤك يا ابن بنت محمد روحي وروح العالمين في داك إن ولدنا بكربلة أولمتنا قاع حسين عشنا بفضل خير بتربط ومايه توارثنا المجالس ورث جيل الجيل ومن واحد الواحد تنطر رائع اتفقنا أن التراث بحمزة والمنظور ما عدنا التراث بشاء الله ويهاية إن ولدنا بكربلة أولمتنا قاع حسين عشنا بفضل خير بتربط ومايه توارثنا المجالس ورث جيل الجيل ومن واحد الواحد تنطر رائع اتفقنا أن التراث بحمزة والمنظور ما عدنا اختلاف بشغلة ويهاية بشعرة ويهاية بس عدنا اختلاف بشغلة ويهاية حسين شنين هو الآية وإحنا نحرف الآية الله جميل الله جميل فدوا روح لكم اتفقنا أن التراث بحمزة والمنظور ما عدنا اختلاف بشعرة ويهاية بس عدنا اختلاف بشغلة ويهاية حسين هو الآية وإحنا نحرف الآية ربينا ببيتة ونقسم بقاع البيت ونحط تسمياته ونفرض حسين أوصرنا حزاب وربع فلان وابن فلان ومعيدي ولفوة وابن الأولاية الله عليك ربينا ببيتة ربينا ببيتة ونقسم بقاع البيت ونحط تسمياته ونفرض حسين وصرنا حزاب ربع فلان وابن فلان ومعيدي ولفوة وابن الأولاية أو نسينا التضحية وشنه الحسين يريد أو تشلبنا بحشينا الماصخة هوية ما ندر فعنه ما ندر فعنه وش كم ضلع مكسور وش كم نبلع الحاج بمتد شاية نسينا التضحية وشنه الحسين يريد وشلبنا بحشينا الماصخة هوية ما ندر فعنه وش كم ضلع مكسور وش كم نبلع الحاج بمتد شاية وش كم سهم عدنا بجربة العباس وش كم خد وذن لسام دم مايه اش كم خي ما حرقنا اش قد قطعنا الماي اش قد عفنا جتف وقلم سنايا كاف انتشرب وادم يلمها حسين الله جميع كاف انتشرب وادم يلمها حسين لفوة معيدي ابن ولاية اصلا منين ميهم ميهم ضد صاير صاير ويايا المهم مدام الدين واحد والي يلمنا حسين وكل الحاج اللي قلته واي شرايا كل ذا سوالف مالهن تقدير اللي قلتهن بالاسم والمام سمايا او نطغى على التكبر والانا ونصير عكازة ونسوي المام سوايا شو نسوي نطفي نريد نصير ويحامل لواء حسين نريد نصير ويحامل ونرجع اجفوفه ونرفع الراية ونطفي خيامهم ونحن نجيب الماء ويسجدنا حبيب بسر الوفاية الله يسلم بسر الوفاية وان شاء الله يسجل اللهم امين اللهم امين والله يسلم والله حسين العقية اللي شرفتونا عادل العبادي واحسن حقيقة الشاعر لازم يكون صاحب رسالة الله يسلم ورسالة انتعلم نخوتنا وكبارنا الله يحفظ الله يحفظ والحسين المهم في كربلان مقدسة والحسين جدا مسرور والله الي الشرف اليوم جدا مسرور برؤية جنابك الكريم هذه الحلقة المباركة وجودكم المباركة والحيقة شرفتونا الجنابك الكريم والأخوة اللي خلف الكواليس المصورين السيد المخرج الأضاءة كل العاملين بهذه القناة الموقعة والمشاهدين جميعا الله يحفظك ويطيل عمرك وان شاء الله نشوفك بحلقة أخرى في خدمة محمد وعلي محمد ساد عادم إن شاء الله يهم نشوفك حلقات أخرى في خدمة شكرا جزيلا لك حضرتك شكرا جزيلا لقناتكم والقراء وأسأل الله أن يوفقكم دوام التوفيق إن شاء الله جميعا إن شاء الله حق محمد وعلي محمد أنا قمت أستعجل ولمهلم لأن دقيت الساعة أكيد إيه والله خذنا وقت الحلقة وزيادة سيد المخرج ما قصروا يا أنا الله يحفظ إن شاء الله كل الشكر والتقدير إلى الأخوة كادر برنامج أفراح شعبانية كل الشكر والتقدير إلى مؤسسي وإدارة قناة المهدي الفضائية وكل الأخوة العاملين فيها بجميع أصنافهم مع حفظ الألقاب والمسميات والأصناف حتى لاحد منهم يزعل علي إلى حلقة يوم بد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت كربلاء المقدسة نلتقيكم في أمان الله وحفظه ينفس مهلال خط الفرح مرسال مولد خمسة أبضع المولد كربلائي ينفس مهلال خط الفرح مرسال مولد خمسة أبضع المولد كربلائي يا قلبي طير من ظنوعي أسرع من دموعي يحتي عن موضوعي مولح سياني من صدق حم بيت قلبي يشبه بيت وانا زاير جيب